في الحلقة عنها اليوم راح نشوفوا كيفية تنشيط مجالس المشاورة بطريقة فعالة أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة تعليقية كيفية تنشيط جلسات المشاورة كيفاش قادرين احنا كفريق نديسكيط وبطريقة بناءة بش نوصلوا لأخذ قرارات صعبة بش نوصلوا لأفكار جديدة جديدة الى غير ذلك تسمى ما هي النشاطات ولا كيف يمكننا تنشيط جلسات المشاورة شو كي نحكو على المشاورة رانا نحكو على جزئين اساسيين الجزء الاول هو اتخاذ قرار تسمى نديروا المشاورة بش ناخدوا ديسيزيون والجزء الثاني هو ايجاد افكار جديدة ابداعية تسمى نديروا المشاورة بش نسابوا ديسيزيون جدد بش نقدروا نطبقوهم فيما يخص اتخاذ قرار قال جماعة احنا عدنا قرار صعب في الجمعية تعالى لازم ناخده على سبيل المثال هل نتعاون مع منظمة غير حكومية اجنابية ايه لا لا ذوك هل نتيجة هذا القرار حتاثر على المستقبل تعالى الجمعية هذيك تسمى هنا لازم مشاورة هذا مثال من الامثلة مثال اخر الانضمام ولا الانسحاب من شبكة وطنية تعالى الجمعية ذوك هذا قرار صعب ايه لا لا تسمى فريمون صعيبة شوية هناك طريقتين لكي نفعل جلسات المشاورة بش نقدروا نوصلوا لهذا القرار الطريقة الاولى هي تنظيم منتدى هنا واحد يقول اخويا سيد كاستيك شوني هذا منتدى قولك منتدى حاجة بسيطة جدا شوف العمل الجمعوي بصفة عامة ينظم ما يسمى بجلسات استثنائية عامة اذا ما حبيناش نزيدوا عليها ونديروا حاجة غير شوية بوخ فايف نديروا منتدى المنتدى بسيط اولا وقبل كل شيء المنتدى هو بلاسة اللي ندسكوتيو فيها افكار لباس بلاسة اللي يحكو فيها الغاشي لكي ننجح المنتدى هناك بضعة نقاط النقطة الاولى يجب تقديم الحالة في بداية المنتدى قال جماعة تلاقينا نهار اليوم هالقرار صعيب لي عندنا هالاشكالية هذا هو الموضوع يتم اقدرنا في نفس الصفحة النقطة الثانية يجب توضيح الهدف من ذلك المنتدى قال جينا نستمعو لكم جينا ندسكوتيو مع بعضنا بعض جينا ناخذ القرار لازم الجمعية ولا لازم الفريق يكون في نفس الصفحة ثم يجب وضع قواعد اخذ الكلمة ذكرنا عشر وعشرين من الناس قررنا نهضره كيفش حنا نهضره اسك نهضره بالوقت اسكي ناس هضر كي الناس ما تهضرش اسكي لي عنده استيل وهذا هو اللي يهضر ثم يجب تنظيم شكون يهضر وكيفش نهضره لكي نصل الى الهدف تح هذا المنتدى وهو الوصول الى قرار ناخذه في نهاية ذلك المنتدى لا بس من بعد يبدأ النقاش وهناك امكانيات ثلاثة لقدرة سرى سواء في الاخير يكون عندنا اجماع عام جماعة قاعد تفهمت هذا فكرة مليحة وهذا قرار شباب ناخذه لبس لبس امكانية ثانية وحدوث اجماع نسبي قال جماعة تفهمت على الخطوط العامة لكن التفاصيل ربما متفهمناش علي اسوا اسوا والامكانية الثالثة هو اختلاف واضح ماناش متفهمين كل جماعة وراه يتفكر تمهنا عندنا اختلاف واضح صحا في حالة وجود اجماع تام لبس ناخذه القرار هذاك في حالة وجود اجماع نسبي ثم ناخذه ذلك القرار ولكن بشروط اما اذا كان هناك اختلاف كبير ثم شوف سوف ندروا الديمقراطية نفوطيه قال الفكرة السويس والقرار اللي بوطوا علي الأغلبية ذاك هو او الجمعية العامة قال اوكي اسمعناكم ناخذوا ذلك المعطايا تقعب عن الاحتبار ننسحبوه نفكروا فيهم ونعودو نجوه ندروا منتدى اخر ربما وبعد اللي هي هي اتماع امكانيات مختلفة هذه هي الطريقة الاولى المنتدى لكي نصل الى اولى لكي نأخذ قرارات صعبة يمكن تنظيم طريقة ثانية دي شوية سهلة دعما استطلاع الرأي على الانترنت الناس اللي ما يشحبت قصة رأسها فانيانا يديروا فورم في الانترنت على سبيل المثال في جوجل فورم وجاي واحد الحلقة هنحكوا على كيفية استعمال وسائل التكنولوجيا التعاونية كيفاش قدرين انتعاونوا بهذه الوسائل بشرقوا الامور على كل حال يمكن تنظيم استطلاع للرأي قال هذو هما الاسئلة التوانا اللي انا احبب انكم تجاوبوا عليها فولا 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 تبعثوها لكل العضاء من بعد جيكم هذوك الاجابات تخدموا تحليل تحكم تعرضوها على العضاء وبعد اللي هي 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 تمام استطلاع الرأي هذو ما طريقتين لكي نأخذ قرارا صعبا في الجمعية انا ولا في فريق تانا هناك جزء ثاني وهو تنظيم جلسات المشاورة مشي لينا اخذ القرار بسح لي اختياري ولا لي ايجادي افكار جديدة ابداعية على سبيل المثال قال جمعياتنا لا باس لا باس رانا خدامين ذو قرانا نحوسوا على انواع افكار تاع انواع تاع انشطة قادرين ندلوها في الست اشهر المقبلة ما سؤال هذا جيد وكيفاش قادرين باش نجيبوا دمر افكار الجديدة الابداعية هناك طريقتين الطريقة الاولى هي العصف الذهني بريستورمينج سيشنز عمل هذه حاجة مهمة جدا وفعالة جدا تنظم في الاساس لاي شخص زيما اي شخص في الجمعية هذيك عنده نوايا حسنة مرحبا بكم ولكن كن فوتوا عشرين شخص حتولي شوية هاماش طاق على منطق شابقا يهدر يتسمى من الافضل العدد المحدد هو عشرين شخص صح هذه الحاجة الاولى هناك بضعة نقاط لازم خلوها في بلا لانجاح جلسات العصف الذهني النقطة الاولى يجب تقديم الهدف جماعة لاقينا هذا هو الهدف لهذه الجلسة ايجاد افكار لانشطة جديدة دلوها في الثلاث اشهر المقبلة النقطة الثانية يجب التذكير بقواعد العصف الذهني شوف العصف الذهني ما كاش هذيك حشما وبالك وعندي فكرة ومنقولهاش يجب على اي شخص مشارك فكر بصوتين مرتفع اي فكرة جي في بالكم قولوا هذيك هو الهدف والنقطة الثالثة يجب وجود شخص لو يكتب في قعد افكار لان يتقالوا في هذيك الجلسة شوف الحكمة من جلسات العصف الذهني وانه وكانني قاعد قلت فكرة جد في بالي فكرة ما ما عنداش علاقة ربما مئة بالمئة قلت انا الفكرة هذيك انسان اخر كان قاعد تسمع ذيك الفكرة مع فكرة اخرى طاو فكرة اخرى انسانا ذالثة قاعدة في امان ربي سمعت فكرتين لسقتها معا ما واشكال نتفكر طاعتنا فكرة جديدة يتم الناس قاعدة يتفكر وقاعدنا نأثروا على بعضنا بعض ونجيبوا افكار جديدة يتم هذا ينفليونسي هذا هذا يأثر على هذا وانسان راو يكتب في قاعدة افكار اللي رانا نقولها في الاخير نحي هذي نحي هذي هذي هتصيبوا بزب افكار ضعما ما تتحقوهاش نحي 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 يبقى لكم شوية هذو كما اللي نخدمو بيهم هنا يجب فقط ان نضع معايير لفرز الافكار قال احنا واش من نوع تاع افكار رانا نحوس عليها اسك نحوس على افكار تاع انشطة نقدروا نديروها بريطو بوصيبل اسك رانا نحوس على انواع تاع انشطة لتساعد الجمعية استراتيجيا على المادة البعيد ما لازم نعرف المعايير من بعد يبقى شوية نخدمو بيهم هذكية هذكية من بعد يمكنونا عقب جلسة اخرى جلسة مشاورة كمنتدى باش ناخذ القرار تعويش من الفكرة نطبقوها اسمع هنا جزئين سببين علش نديرو جلسات المشاورة هناك طريقة ثانية فيما يخص ايجاد افكار جديدة ابداعية بسيطة جدا وهي المسابقة جمعيات عنا جاد سلام عليكم سلام او كيران نحوس على افكار جديدة لتنظيم انشطة جديدة في الثلاث اشهر المقبلة هذو هما الشروط هذو هما وشرانان حوسو اكزاكتومو هذو هما المعطيات اعضاء الجمعية يلا يلا الانسان اللي يجب لنا فكرة اكثر ابداعا واكثر ملاءمة هذك هو الانسان نطلو هذية خمسالاف دينار عشرالاف دينار عشرين الاف دينار اللي هي هي يجب فقط ان ننظم قال فوالا الهدف فوالا القوانين فوالا بضعة ارشادات باش نكون نقع في نفس الصفحة ويجب توفر الشفافية هذين قولها نطوع ولا بشي سمعوني لازم تتوفر الشفافية صينو ما عدناش مسابقة ما درناوالو هذو ما طريقتين فيما يخص تنشيط جلسات المشاورة لكي نصل الى افكار جديدة كانت هذه الحلقة الثالثة من هذه السلسلة التعليمية حول العمل الجمعوي حكينا فيها على كيفية تنشيط جلسات المشاورة واحد لاخذ قرارات صعبة مع الفريق تانا وثانيا لاجاد افكار جديدة ابداعية نقدرون تبقوها في الحلقة المقبلة جيستومو هنحكو على كيفية تثمين العمل التطوعي في الفريق تانا في المجتمع تانا بيننا بيرواحنا فريموز عما كيف يمكننا ان نثمن هذا العمل التطوعي شكرا جزيلا على المشاهدة كان معكم سيد كاستيك ونلتقي في الحلقة المقبلة تم انتاج هذه السلسلة التعليمية في اطار برنامج شارك لدعم المنظمات الشبابية في الجزائر تتركز هذه السلسلة على محتوى بطاقات عملية للتسيير الجمعوي حررت من طرف سامي لصيف مستشار لدى جمعية سيدرا بالتشاور مع جمعيات ومنظمات شبابية من كل انحاء الجزائر يمكن الاطلاع على النسخة الرقمية من البطاقات العملية على المنصة الالكترونية للبرنامج على الرابط التالي